لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي قدر السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إحبا نقمل بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل وديرد بعقل يبقى الدين يبقى والعومة بين عقل المساعد أزاي مشاهدينا برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة هيكون ابن حجر والإله المجيزي وإحنا نهاردة هنتكلم في حلقة زي ما شفنا في الحلقات اللي فاتت بنتكلمنا عن إزاي ابن حجر بينفي الصفات الخبرية ونفى كمان إن الله بيتكلم بصوت وحرف وإنه قال إن اللي بيثبتها بيكون مؤمنة المجسمة وطبعا شفنا كل الحلقة اللي فاتت إلي حصل لما قال إن الله مش بيتكلم بصوت وحرف إنه بيطعم في القرآن هنبتدي كمان النهاردة نتكلم عن الأشعارة زي بينفي الصفات الزاتية والفعلية لله هنبتدي بأول كتاب الأشعارة في ميزان أهل السنة بيقول إيه ثم أبطلوا جميع الصفات التي تدل في زعمهم على الجسمية لأن الجسمية دليل على الحدوث أيضا فأبطلوا وصفوا جل وعلا بالوكه واليد والقدم والعين والأصبة وسائر ما وصف الله به نفسه ووصفوا به رسولهم متزرعين مرة بالتأويل ومرة بالتفوض فصاروا بذلك من غلات النفاية المعطلة صفات الله تعالى يعني إيه صاروا بذلك من غلات النفاية المعطلة ذات الله تعالى يعني إيه الكلام ده يعني طبعا هما لما نفوا كل الصفات دي بقيوا إيه بيقوا جحمية وإبن حاجر بين في الصفات الخبرية الوجه واليد والقدم وكل ده احنا وضحناه في الحلقات اللي فاتت واللي يقول إنه فيه إثبات الصفات دي يبقى إيه مجسمة مجسمة يعني إيه يعني بيشبه الله بالخلق ووضحنا إنه بيثبت وإنه بيثبت الصفات دي مجازا كل حاجة يؤولها ويقول دي مجاز وكل الصفات الخبرية بدون استثناء ابن حجر أولها وفي نفس المرجع بيكمل بيقول إيه ولهذا صار الأشعر على قولين ظاهرين قول متقدميهم الذين يثبتون الصفات الذاتية وبعض الصفات الفعلية وقول متأخريهم الذين ينفون السائر الصفات الفعلية وفي الحلقات الجاية هنعرف موقف ابن حجر من الصفات الفعلية هل هو بينفيها بك كامل على حقيقتها وبيثبتها مجاز ولا بينفي بعضها وهل هو مع المتقدمين ولا مع المتأخرين ده هنعرفه وقبل ما نبدأ هنعرف يعني إيه معنى الصفات الذاتية والفعلية أول حاجة هنروح للمجموع فتاوي ورسائل الشيخ محمد بن صالح الوسائمين بيقول إيه والصفات الفعلية هي المتعلقة بمشاته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها يعني إيه متعلقة بمشاته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها عشان نعرف أكتر عن الصفات الفعلية دي هنروح لكتاب اسمه شرح العقيدة التحوية وهنا بيقول إيه ينفون الصفات الفعلية نفو إن الله يحب دي حاجة الله بيعملها بيحب دي حاجة صفة فعلية أو يبغض أو يفرح وكذلك ينفون أن لله سبحانه وجها أو يدا دي طبعا إحنا تكلمنا فيها كتير وكما أثبت النفس وهكذا بقية الصفات يبق إذن إيه هي الصفات الفعلية الصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئة الله يعني الله المغني إن شاء أغنى فلانا وإن شاء لم يغني وهكذا طبعا بعد ما إحنا فهمنا عن إيه هي الصفات الزاتية والصفات الفعلية نشوف ابن حجر العسكراني بقى هيقول لنا إيه فأول مرجع فتح الباري بشرح سعي البخاري كتاب التوحيد باب ما يذكر في الزاتي والنعوتي وأسماء وأسامي الله ابن حجر بيقول لنا والفرق بين صفات الزات وصفات الفعل أن صفات الزات قائمة به وصفات الفعل سابتة له بالقدرة بالقدرة ووجود المفعول بقراته جل وعلا يعني إيه عشان نفهم كلام ده سعب شوية هنروح لشيخ البراق عشان نشوف تعليق الشيخ البراق ونفهم مع بعض بيقول كده والفرق بين صفات الزات وصفات الفعل هذا الفرق مضمونه أن الصفات الفعلية لا تقوم به سبحانه وهذا هو المعروف من مسهب الأشاعرة يعني إيه لا تقوم له أي يعني إيه معانيها يعني بيقول كده معانيها مجاز ومش على حقيقتها مش بتقوم به يعني دي حاجة مجازية وكامل الشيخ البراق يقول أو يفسرونه ببعض المفعولات أي المخلوقات مثل المحبة والرضى والغضب فإنهم يفسرونه إما بالإرادة أو ببعض المفعولات من النعم والعقوبات يعني الكلام إيه؟ يعني يفسرونه يعني يأولونه يعني حسب يتوافق مع السياق بتاعهم سياق النص مش بينفوع على الحقيقة نكمل تعليق الشيخ البراق وبيقول فعندهم إنه تعالى لا يقوم به ما تتعلق بمشاقته يعني نفس المعنى اللي احنا قلنا قبل كده الصفات الفعلية لا تقوم به سبحانه لأن الصفات الفعلية دي متعلقة بمشاقته مثلا يرضى وبعدين لا يرضى فعندهم دي إيه؟ دي حوادث والحوادث تتغير فهم بينزهوا الله عن إيه؟ المتغير ده فحرفوا فبيقول لنا كده فهم لا يثبتون إلا الفاعل والمفعول كالخالق والمخلوق ولا يثبتون الخلق الذي هو فعل الرب سبحانه والصواب إثبات الفعل والفعل والمفعول لا يثبتون الخلق كفعل لأنه متعلق بالمشيئة طب إحنا كده إيه؟ نلخص عشان نفهم إحنا ابن حجر قال إيه؟ ومعنى إيه الكلام يعني ابن حجر بيقول صفات الذات قائمة بيه وصفات الفعلية مش قائمة بيه وطبعا البراك راح علق على الكلام ورح قال ابن حجر بيقول إن ده كلام الأشاعرة وأعطى مثل بصفة الرضا وهي صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله يعني يرضى وما يرضاش دي حاجة متعلقة بالمشيئة بتاعة رب ده وقال كده مثل تاني وده مثل خطير أخذت صفة تاني الخلق القائمة بيه أما صفة الخلق قائمة بيه أم غير قائمة بيه يعني الخلق ما هو في وقت بيخلق ووقت ما بيخلقش برضو لو قلنا إن هي غير قائمة بيه زي ما ابن حجر بين فيها يبقى بين في صفة الخلق زي ما بين في صفة الرضا لأنها في رأي ابن حجر حوادث على الله يعني في وقت ما يكونش راضي ووقت تاني يكون راضي في وقت بيخلق ووقت تاني ما يكونش بيخلق فده طبعا كلام خطير جدا بيقولوا إيه الأشعارة والجهمية خلينا كمان نشوف الشيخ البراك قال فهم لا يثبتون إلا الفاعل والمفعول كالخالق والمخلوق ولا يثبتون الخلق الذي هو فعل الرب سبحانه هو الصواب إثبات الفعل والفاعل والمفعول طب خلينا كده نروح لمسأل تاني عشان نفهم أكتر نشوف كده هل ابن حجر بيثبت الرحمة كصفة ذاتية حقيقية ولا بيأولها أو بين فيها نشوف أول مرجع فتح الباري بشرح سحي البخاري كتاب التوحيد باب ما جاء في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين ابن حجر راح قال إيه وقوله باب ما جاء في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين قال ابن بطال طبعا بيستشد بابن الطب بطال يعني وفق على كلامه الرحمة تنقسم إلى صفة ذات وإلى صفة فعل وهنا يحتمل أن تكون صفة ذات فيكون معناها إرادة إسابة الطائعين ويحتمل أن تكون صفة فعل فيكون معناها أن فضل الله بسوق الصحاب وإنزال المطر قريب قريب من المحسنين فكان ذلك رحمة لهم لكونه بقدرته وإرادته وطبعا هنشوف الشيخ البراق علق على الكلام ده قال إيه عشان نفهم الشيخ البراق بيقول قول ابن بطال ابن بطال هنا فصر الرحمة الذاتية بالأرادة على طريقة الأشاعرة وطبعا هنا يعني إيه يعني نلاحظ الدين بن حجر بينقل كلام ابن الطال أنه متفق معاه يعني معنى كلامه إذا حتى الرحمة كصفة ذاتية لله فهي ليست على الحقيقة إنما مجاز يعني الله بيقول كده يرحم لا دي حاجة مجازية هنروح لكتاب أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدع بيقول إيه نفس الصفات الفعلية عن الله عز وجل وذلك مثل الكلام والنزول والاستواء والإتيان والضحك والرضى والغضب وغير ذلك من الصفات وانا على الكلام ده في علاقات قدامة هنكلم بالتفصيل غير ذلك من الصفات المتعلقة بما شئت الله وإرادته وإنه يفعلها عز وجل لمتى شاء وحجتهم في ذلك أن هذا يؤدي إلى حلول الحوادث بمعنى أنه فعل فعلا بعد فعل يعني فعل بعد فعل وهذا حدوث وتغيير عندهم وكل متغير حادث والله منزه عن الحوادث طيب يعني هم عايزين يعني هم بيقولوا إيه طبعا يعني كده الله ينزل مثلا الله يستوي الله أي حاجة بيعملها الله دي حادث على الله طبعا وهم بيقولوا دي حوادث تحدث على الله حتى الله يغضب حتى الله يرحم كل الحاجات دي حادثة فهما بيروحوا إيه نفوها ويريحوا دماغهم خلينا نكون كده نروح كده لشرح العقيدة الطحوية وقبل ما نروح للكتاب بيقول إحنا يعني إحنا كده لو أثبتنا أن الصفات الفعلية الغضب والرداء والكرهية والاستقطو والقبض والبسط والإحياء والإيمانة والخفض والرفع والطي والاستواء والنزول لازم من ذلك حلول الحوادث بذات الله والله منزه عن حلول الحوادث ثم بيقولوا كده ده في الكتاب يعني الله مثلا هيستوي العرش ده حادث يبقى كده حادث حلال وده الله منزه منزه عن حلول الحوادث دي يعني إثبات الصفات الفعلية حقيقة هو إثبات لصفات نقص لله وعشان كده هما بينفوها أو كعشان كده ابن حجر بينفيها على حياتها وبيأولها كمان وتابعوني الحلقة الجاي عشان نعرف أكتر عقيدة ابن حجر في نفي الصفات الفعلية لأله والتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أقول رد بعقل أحبا نقمل بعقل وإذا أرد بعقل وإذا أذكر بعقل يبقى الدين يبقى ولعومة بينهم وكل المساء